اهلا بحضراتكم مرة تانية المسلم لكن الواضح ان هو ألم بنسبة كبيرة جدا بامكانيات اللعيبة وقدراتهم فبالتالي ادر ان هو يقدي مباراة كبيرة اوي مباراة حدام فريق الاتحاد المنستيري على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة بشكل جيد وبنتيجة مهمة اوي انك تجيب هدف خارج ملعبك وتكسب مش مجرد بس انك تجيب هدف وبالتالي بتخلي فرصك جيدة جدا في اطار التأهل لدور 16 مطولة دوري اطال افريقيا البطولة المفضلة بالنسبة للأهل وجماهيره ويبتديك اهل راحية بشكل او باخر قبل مباراة الاياب رغم ان طبعا مباراة الاياب هتكون مباراة صعبة ومسهلة على الاطلاق لان فريق الاتحاد المنستيري مش باكي على حاجة الناس حيجوا حيبوا عايزين يحرزوا هدف الله لا يقدر لو جابوا هدف فالامور بقيت متعدلة احنا عايزين نركز ونفضل يعني مأكدين على ان الاهل لم يتأهل بعد الدور الستاشر اطلاقا لسه المنافسة لسه فيه شوت تاني فيه تسعين دي ان شاء الله هتكون يوم السابت الساعة ستة على السادة الاهلي والسلام لازم كل التركيز على غرار ما حدث بالامس يكون موجود في مباراة الاياب لكن مهم جدا ان احنا نفرح بفرقتنا نسعد بالاداء امبارح وفرض اسلوب لعبك وشخصيتك في الملعب لان احنا كنا بنفتقدها بشكله وباخر خلال المراحل الاخيرة من بطولة الدوري لكن امبارح الواحد حاسب شخصية الاهلي في الملعب حاسب امكانيات اللعبة اللي خادت راحة ورجعت وبقدراتهم المميزة اللي رجحت كافة الفرقة واللي خلت ان الفريق على مدار المباراة تقريبا انت اللي فارد اسلوب لعبك وطريقتك في المباراة وما فيش تقريبا اي هجمة خاطرة لفريق الاتحاد المنشتيري بالمناسبة الناس بتحاول دايما يعني بعد المطش بالتحديد الناس قاعدت تقول لك ايه انا يا عمه ده فريق الاتحاد المنشتيري ده فريق ضعيف ده فريق قليل ومنهم والله العظيم بجد انا جاي في العربية وسامع في الازعاء احدى الازعات يعني واحد من الزملاء الاعزاء بيقول لك لا كان المفروض ان الاتحاد المنشتيري يكون احسن من كده هو انت معنا هنا في مصر ولا انت من بلد تانية ولا انت تونسي مثلا ولا انت ليه مش فرحان بفوض الاهل ليه مش فرحان بانتصار الاهل دي حتة نحجلها كمان شوية يعني لكن في كل ملعبه لم يخسر اي مباراة من الفرق الكبيرة اللي ليها باع في افريقيا مش مجرد الدوري التونسي السنة اللي فاتت سواء بقى الترجي الافريقي النجم الساحلي كل دي فرق كبيرة جدا ولا فريق من دول في الموسم اللي فات بالتحديد اللي انتهى فرق نقطتين بس لصالح الترجي عن الاتحاد المنشتري ولا فريق قدر ان يفوز على فريق ده في ملعبه على الاتحاد المنشتري في ملعبه وسط جمهور وارضية الملعب اللي مش مناسبة يعني بشكل كبير جدا مش مهيئة قوي يعني ملعب كويس وكل حاجة بس يعني مش احسن حاجة لكن انت تقدر تتغلب على الفريق ده في ملعبه وسط جمهوره بأداء جيد بأداء جيد خلي بالك احنا لو بنقايم فرقة و لو بنقايم كولر و لو بنتكلم فحاجات من دي لسه بادري قوي عليه لسه بادري قوي عليه لكن الامور مبشرة سواء لما تيجي تتكلم عن كولر نفسه اللي استعد بشكل جيد قوي للمباراة ولبداية الموسم وانطلاقة الموسم والانطلاقة دايما بنقول لازم البدايات تكون مناسبة ومبارح كانت مناسبة جدا في الحقيقة لكن الراجل بصراحة شغله باين في الملعب الراجل بصراحة اختياراته للتشكيل بتدل على انه مركز في حاجات مهمة قوي يعني تتطابق مع اسلوب لعبه سواء بقى ايه سواء مثلا اتفاجئنا كلها محمود بن تولي بيلعب مثلا محمود بن تولي ده بقاله كتير قوة ملعبش مع النادي الاهلي بسبب الاصابات لكن الراجل تقريبا عايز ناس تطلع بالكرة من تحت اقدروا يسلموا الكرة كويس يبنوا الهجمة بشكل مناسب فقال لك انا هلعب باتنين عندهم الكدرات دي عبد المنعم لغبار عليه متولي كمان اللي عنده نفس الامكانيات ونفس الجزئية اللي بتتعلق ببناء الهجمة وتسليم الكرة بشكل مصبوط فرح ابتدى بمتولي وابتدى بابتدى بعبد المنعم حتة سافيو وانا هتكلم عن سافيو بالتحديد وحتة شادي حسين اتنين من صفقتين جداد نتعودنا هنا في مصر دايما يقول لك لازم ياخد وقت عشان يشارك ويعود له سنة سنتين عبال ملعب اساسي وكان من دراجل على طول شافهم في التدريبات ناس كويسة راح ملعبهم ابتدى بيهم اهم جزئية بالنسبالي وهي صقافة وشخصية المدرب نفسه اللي بتتمثل في ايه بتتمثل في انه مدرك جدا جدا مدى قيمة وحد النادي الاهل واهدافه بتبقى اعبار عن ايه انك سواء بتلعب بره او جوا انت عايز تكسب اكبر دليل على كده ان شخصيته متناسبة جدا ومتطبقة مع اهداف وطموحات جماهير النادي الاهلي كمان بالتحديد انه في الشوت التاني حتى والاهلي متعادل سفر سفر ونتيجة تعتبر جيدة هي اطبع مقلقة في موارات الاياب لو كانت الموارات انتهت كده لكن انت ما استقبلتش اهداف او انت في كل الاحوال ما اخسرتش ففرصك اكيد اكبر في موارات الاياب لكن رغم كده هو قالك ايه لا انا بنزل بعمل تبديلات في الشكل الامامي والشكل الهجومي بطلع اه ممكن اطلع مهاجمين لكن بعمل ريفريش ونزل مهاجمين تانين وممكن في بعض الاحيان العب اتنين مهاجمين زي شريف وحسام حاسة ونزل افشة والتبوحاتي كلها واهدافي كلها انه انا بهاجم انا عايز اجيب جون انا عايز اكسب اسهل حاجة كان ممكن يعاملها اي مدرب يقولك ايه يقولك انا عندي واحد زي حمدي فاتحي حمدي فاتحي النجم الدولي الكبير جدا عدتك جمبي يلا يا حمدي تعال انزل اقفلي في نص الملعب وامللي الدنيا مع ديانج ومع السلية عشان اخرج متعادل سلبي والدنيا تمام وزي الفل وابقى العب على ملعبي اجيب هدف اتنين تلاتة وازبط الدنيا لا الراجل دماغه رايحة ناحية الهجوم رايحة ناحية انك بتفرض اسلوب لعبك وبتحاول تكسب بقايا كان انت بتلعب فين ولا ظروف ايه ولا الملعب نفسه عامل ازاي ولا الجمهور وحماسه وكلام منت فهو ده اللي جمهور الاهلي كان مستنيه هو ده جمهور الاهلي اللي كان محتاجه هل انا بقولك انه هو اجمد مدرب في الدنيا لا لسه بدري هل احنا بنقيم كلر لا لسه بدري لكن المؤشرات اجابية بمنتهى الصراحة مؤشرات اجابية فدي جزئية غاية في الاهم عايز اتكلم شوية عن برونو سافيو برونو سافيو امبرح الراجل بين جدا قدراته الفنية لمساته رائعة بين جدا شخصيته في الملعب وتعامله في المساحات الدايئة ويمكن ده برضو اللي كان في بعض الاحيان النادي الاهلي بيفتقده انك ازاي تقدر يكون عندك حلول متوفرة شوية في احمد عبدالقادر حيث بس انه يوفع الكرة كتير وكلام من ده السلعي الكبير اوي اكيد كولر هو اللي حيقدر يطور من الحتة اللي زي دي لانه هو واضح انه مدرب يعني عنده خبرة كافية اوي فبالتالي برونو سافيو اداء امبرح كان كويس مقبول بنسبة كبيرة جدا بما انها اول مباراة مع الفرقة بس شوية لسه عنصر الانسجام والتناغم هتلاقي فرق معانا بشكل كبير جدا شادي حسين امبرح برضو ببتدي بشكل اساسي لعيب جيد ان شاء الله هيكون اضافة بالنسبة لنادي الاهلي لسه مصطفى سعد كمان ان شاء الله لما يدخل حسابات المدرب هنشوف حاجة كويس فدي امور جيدة وتبشر بالخير بالنسبة لانطلاقة موسم مميزة اوي اوي للنادي الاهلي من خلال الفوز على فريق الاتحاد المنشتري على ملعبه وسط جماهيره لكن التقاهل لم يحسن بعد حننتظر التقاهل باذن الله من القاهرة يوم السابت اللي جاي الساعة 6 مساء ده بخصوص كولر وبخصوص الفريق ماينفعش هنس اكرم توفيق ماينفعش لعيب زي ده بيرجعلك بالروح دي بعد اصابة صعبة قوي صعبة قوي زي اصابات الرباط الصليبي اصعب اصابة لأي لعيب في الدنيا هي اصابة الرباط الصليبي انك تقدر تسيطر على دماغك والوسواس اللي في دماغك انك خايف الاصابة تتعرض لها تاني فتغيب فترة طويلة وكلام من ده وتقدي في اول مباراة رسمية ليك تسعين ديئة او اربعة وتسعين ديئة بعد العودة من الاصابة تمام بالشكل ده وبالروح ده وبالرجولة دي فلا يعني ما شاء الله عليك يا اكرم ربنا يحميك بصراحة يعني حاجة احنا كنا منفتقدها بشكل كبير جدا خلال الفترة الاخيرة هل ده بيقلل مثلا مع واحد زي محمد هاني لا لعيب كبير اوانا من الناس اللي بقترع جدا محمد هاني عندك كريم فؤاد كمان في نفس المركز اذا عودت بعض العناصر حضيف بشكل كبير جدا للنادي الاهل لكن كل اشهده باكرم كل اشهده بالسولية وديان اشهده كل الناس اللي لعبت محمد عبد المنعم خلاص بقت مركة مسجلة بالنسباله لكن هالي احنا دلوقتي فرحانين بشكل كبير او بنحاول ان احنا نقول ان احنا اجمت حاجة لا لسه بدري احنا راضين جدا على البداية لكن ان شاء الله بإذن الله عندنا سكة كبيرة في الجهاز الفاني وفي اللعبة ان بإذن الله واحد احد الموسم يكمل بنفس البداية دي والاستمرارية هي الاهم ده استنى بقى ده انت راجع لك كمان بيرسي تا وبيرسي دا والله العظيم بيرسي تا وده لعيب تقيل جدا ان شاء الله يرجع بالسلامة وقرب ان هو ينضم التدريبات الجمعية حيضيف كتير او الخطوط الامامية بالنسبة للنادي الاهل وفيه عمار حمدي وفيه بعض اهوة تقريبا بيرسي تا وعمار حمدي بس اللي غايبين اللي غاب برضو مبرح كان رامي ربيعة بسبب الاقاف مباريتين فانت عندك قوان مميز جدا بالنسبة للفرقة طيب او خلينا اطلع فاصل الاول بعد الفاصل حرجع لكم للنهاردة فيه مفاجأة فيه تدريبات بالنسبة النادي الاهلي الناس كلها تفاجئت بها فهنتكلم عن تفاصيل التدريبات دي عندي جزئية تانية مش هينفع اسيبها خالص هتكلم عنها بس اروح لفاصل بسرعة بركة يلا بي